اشتركوا في القناة تدخل إلى قائمة تشغيل تجد قائمة تشغيل دروس تربية الإسلامية 2021 أظن هكذا أو نسيت طيب عبر ودروس من سيرة الخلفاء الراشدين طيب الخلفاء الراشدون أو بكرين وعمرة وعثمانة وعلي كل خليفة من هؤلاء الخلفاء نذكر نسبه مناقبه وأهم الأعمال التي قام بها أثناء خلافته إذا أو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي ولد سنة خمسين قبل الهجرة توفي سنة ثلاثة عشر للهجرة هو أول الخلفاء الراشدين مودت خلافته سنة ونصف مناقبه كان من أغنياء قريش في الجاهلية فلما دعاه النبي محمد إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم أسلم دون تردد فكان أول من أسلم من الرجال الأحرار ثم هاجر أبو بكر مرافقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وشهد غزوة بدر والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما مرض النبي مرضه الذي مات فيه أمر أبو بكر أن يأم الناس في الصلاة وهو أحد كتاب الوحي ومن العشرة المبشرين بالجنة أهم الأعمال التي قام بها أثناء خلافته حارب المرتدين ومانع الزكاة جهز جيش أسامة بن زيد الذي أعده الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال الروم أرسل الجيوش لفتح العراق والشام ونظم شؤون الدولة والإدارة هذا بنسبة لي أبي بكرين الصدق عمر بن الخطاب أبو حفصين عمر بن الخطاب العدوي القراشي ولد تقريبا سنة 41 قبل الهجرة هذا التاريخ في الكتاب خاطئ في التاريخ وضعه 50 لكن هو 41 لو كان 50 يعني هو قد أبو بكر الصديق لكنه كان أصغر منه المناقب بالفاروق هو ثاني الخلفاء الراشدين أسلم في السنة السادسة للبعثة ليس للهجرة للبعثة وعمره حوالي 27 سنة استشهد في سنة الثلاثة والعشرين للهجرة ودفن بجانبي قبر أبي بكرين مدة خلافته عشر سنوات مناقبه من كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد أشهر الأشخاص والقادة في التاريخ الإسلامي ومن أكثرهم تأفتيلا ونفوذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة كان من الخطاب قاضيا خبيرا وقد اشتهر بعدله وإنصافه الناس من المظالم سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين وكان ذلك أحد أسباب تسميته بالفاروق لتفريقه بين الحق والباطل أهم الأعمال التي قام بها أثناء خلافته مؤسس التقويم الهجري في عهده بلغ لإسلام مبلغا عظيم وسعى نطاق الدولة الإسلامية هو الذي أدخل القدس تحت حكم المسلمين لأول مرة اشتهر بالعدل والحزم في تسيير شؤون الدولة عثمان بن عفان أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي ولد سنة 47 قبل الهجرة توفي سنة 35 إلى الهجرة تالث الخلفاء الراشدين أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام يكن ذا النورين لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم حيث تزوج من رقية ثم بعد وفاتها تزوج من أم كلثوم كان عثمان أول مهاجر إلى أرض الحبشة لحفظ الإسلام ثم تبعه سائل المهاجرين إلى أرض الحبشة ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة وكان رسول الله يثق به ويحبه ويكرمه لحيائه وأخلاقه وحصن عشرته وما كان يبذلهم من المال لنصرة المسلمين والذين آمنوا بالله وبشره بالجنة كأبي بكر وعمر وعلي وبقية العشرة وأخبره بأنه سيموت شهيدا أهم الأعمال التي قام بها استمرت خلافته نحو 12 عاما تم في عهده جمع القرآن وعمل توسعة للمسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي وفتحت في عهده عدد من البلدان وتوسعت الدولة الإسلامية من البلدان التي فتحت في أيام خلافته إرمينيا وخراسان وكرمان وسجستان وإفريقيا وقبرص وقد أنشأ أول أسطور بحري إسلامي لحماية الشواطئ الإسلامية من هجمات البيزنطين علي بن أبي طالب أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي وإذا في 13 رجب 23 قبل الهجرة وتوفي في 21 رمضان سنة 40 للهجرة مناقبه بن عم رسول الرسول محمد بن عبد الله وصهره من آل بيته وأحد أصحابه هو رابع الخلفاء الراشدين شارك في كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم عدا غزوة تبوك حيث خلفه فيها النبي على المدينة وعرف بشدته وبراعته في القتال وكان موضع ثقة الرسول فكان أحد كتاب الوحي وأحد أهم سفرائه ووزرائه أهم الأعمال التي قاب بها تميزت خلفته بتقدم حضاري ملموس خاصة في عاصمة الخلفة الجديدة الكوفة نظم القضاء والشرطة شجع الحركة العلمية وعمل على ازدهارها أسس العلم النحو دامت خلفته خمس سنوات إذن أبو بكر الصديق مدت الخلفة من 11 إلى 13 حياته ولد سنة 50 قبل الهجرة وفي سنة 13 صح مباشرة بعد أن توفي تولى الخلافة عمر بن الخطب سنة 13 للهجرة إلى 23 للهجرة شوفوا شوف نعطيكم عفسة باش تحفظوا هذا سنة وفاة أبو بكر الصديق هي بداية الخلافة نهاية الخلافة هي وفاة عمر بن الخطب ثم بوفاة عمر بن الخطب بدأت خلافة عثباء بن عفا سنة 23 نهاية الخلافة هي وفاة وثم نعفا وهكذا وانتبه لما تكون تحفظ عندك الهجري وقبل الهجرة وللبيعث نفع الله بكم وبرك الله فيكم إن شاء الله سأضع لكم بعد هذا بعض المواضيع حتى تحلوها جزيكم الله خيرا وبرك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة